خلينا نتكلم عن الإعداد للبطولة، حصل إزاي، كان عدد المشاركين قد إيه، تحت سن كام، كل بقى التفاصيل والله هو الإعداد السنة دي كان بياخد طريقة مش تقليدية لأن احنا كل سنة متعودين نصفر باعثة على حساب الدولة السنة دي احنا ما قدرناش نصفر نتيجة الحالة الاقتصادية والارتفاع سعر العملة والحاجات ديات يعني ما قدرناش بيها نوفر لكن قلنا للولاد احنا مش هنصفر باسة بس احنا هنمرنكوا كويس قوي ونعمل لكم استعداد كويس قوي ونهيق لكم الجو اللي هو يخليكم تكسبوا فيه وتحققوا نتائج كويسة فده كله كان دول الاتحاد الى جانب ان احنا صفرنا مندوب من الاتحاد علشان طبعا البعث عددها كبير جدا يعني انت بتتكلم يعني على 65 واحد ويعني الامريكا كلها جاية حوالي 40 او 45 فاحنا تم تقليص العدد ده اللي هو 65 لا هم احنا بنسبال هم بيتقدموا واحنا بنقبل حسب الترتيب بتاع المستوى فالترتيب بيسمح لهم انهم يسافروا طيب تواجد المدربين في الوقت ده والاهالي اللي عندهم وعي انهم يقططعوا جزء كبير من داخلهم لتوفيره للسفر والبطولة البطولة لها مصاريف اشتراك فيه مصاريف اقامة واعاشة تدريب واحنا عارفين قد ايه السكواش رياضة مكلفة كل ده حصل ازاي والاشراف من الاتحاد كانوا معامول ازاي هو طبعا كل مدرب بيبقى عايز يعني يطمئن على نتيجة الولاد اللي هم بيمرنهم فبيقدر ان هو يسافر علشان خاطر يعني يراعي الولاد ويشرف عليهم ويشوفهم ويشوف ماتشاتهم دي دي حاجة بتبقى اساسية اعتقد فيه اكتر من خمستاشر مدرب كان مرافق للبحث اعتقد يعني فيه حالة من التكاتف ما بين المدربين جدا جدا ودي اعتقد بين انعكساتها على النتائج اه طبعا لا جدا لا بيبقى اولا اولا ما هو انت في بطولة زي دي بتقع في مشكلة ما تقدرش تحلها اللي هي ايه ان فيه اتنين مصرين بيلعبوا مع بعض اتنين مصرين بيلعبوا مع بعض هيبقى فيه اتنين مدربين بيقفوا يعني يعملوا سابورت اللعيبة بتاعتهم في اتنين اولياء امور يعني القصة دي قصة احنا متعودين عليها لكنها صعبة مش سهلة يعني هي يعني ملهاش حل لكن احنا اتعودنا عليها فبعد كده بيطلع بقى انت عارف ده بنظام مش خروج المغلوب بيعملوا ترتيب علشان يرتبوا الولاد من واحد الرانكينج بتاع الولاد اللي بيتاخد فبقى فيه ماتشات طول وقت طول وقت طول وقت ماتشات علشان خطر يرتبوا دي فده في الاخر طبعا احتكاج جيد جدا ودي انا زي ما قلت دي اعرق بطولة في العالم احنا احنا هندقنا هنا على فكرة بنحاول نعمل البطولة بتاعتنا بطولة مصر الدولية اللي جاية تبقى في اغسطس بنحاول نعملها علشان خطر نخلي البطولة مصر الدولية هي اهم من البطولة دي طبعا ده صعب يعني هياخد وقت مننا لكن احنا بديين في الطريق ده علشان خطر يبقى بطولة مصر هي يعني هي كل الناس هايستيجي تلعب في مصر يعني ده شيء مهم جدا ان انا اقوله ان كل العالم عايز يجي يلعب في مصر يجي يلعب سكواش في مصر انه هو بيقول دلوقتي خلاص اصبحت مصر دي هي بلد سكواش في العالم صحيح ده سلاحزوا حدين يعني احنا احنا رايحين اولمبياد ان شاء الله تمانية وعشرين وعايزين نكسب لكن هو العالم هيبص انه الاولمبياد مش معمولة علشان خطر مصر تكسب بس لا يعني لازم يبقى فيه بلاد تانية تقدر انها تشارك في السكواش ويبقى ليها دور في السكواش ويبقى ليها ترتيب دي كلها حاجات احنا مش هنقدر ان احنا نحرم العالم منها لكن في الاول والاخر احنا عايزين انه السكواش يبقى عالمي مش يبقى مصري بس لا هو مصري هو فيه تمييز مصري احنا عايزين سيطرة مصري على لعبة عالمية خلينا نقول كده